اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في فترة معينة كنت ابتلى بالانزعاج لكن تأكد انه ليس اكثر من مسخرة هذا الشخص ليس اكثر من مهزلة حقيقية هذا الشخص يجيبهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تأخذ سنتيم لا تأخذ او اخذ من جيوب المواطنين دعنا نرى بعض الشي اللي جابوا من جيوب المواطنين غرامات الماسك وحشر السيارات كانوا اعترفوا قبل شهرين من انهم داروا اكثر من نسعمية وخمسين الف غرامة الجزائريين الماسك هذه قبل شهرين ودوا خمسمية وخمسين الف سيارة للفوريال هاو مني نجيب دراهم لمنهوبة ضريبة طريق السيارة الان فيه ضريبة هتبدأ على طريق السيارة وقالها جرات مباشرة قالك هذا طريق السيار مش باطل مش باطل لانه وكأنه انتجوا ثروة وكأنه هناك انتاج للثروة وكان الناس ايضا ما يشتدفع في ضريبة الفينيات كما يسموها على طرقات الحيوانات مرات ما تصلح لهاش بلدان اللي دائرة الفينيات عندها طرق طرق بيعتمت عن الكلمة وعندها طرود بيعتمت عن الكلمة وفي الغالب هذه الزطرود ما تبناوش من خزينة الدولة خزينة الشعب ابنتهم جهات خاصة وموليتهم شركات خاصة تسترجع مالها لكن ان تبني بأموال الشعب ما زي تفرض عليه ضريبة أخرى خلاف ضريبة الفينيات فهذه جريمة لكن بهذه الطريقة يأتي تبون بالمل من زيادة في أسعار الوقود وتخفيف نوعية الوقود الناس تعرف أن الآن المزوت والليسونس كثير قلولي من أنه أصبح أخف بكثير مما كان من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية تراوحت ما بين زيادات ما بين 10% إلى 40% والباقي رهي جاية لماذا؟ لأنه تم تخفيض دينار بأقل شيء 20% في أقل من سنة وتخفيض دينار أيضاً ره ماشي زيادة في الكهرباء والماء والغاز كله على الأبواب والآن رههم الدين اليوم فقط أعلنوا أكثر من 5000 واحد دينوا القضاء قالت لي أنهم مشاكل بتاع الغاز ما خلصوش أو الدو تري سيتي أو الدو الغاز وقضايا أخرى المال اللي جابوا واللي رههم يجيبوا فيه هو من جيوب الشعب المطحون من جيوب الشعب اللي أكثر أبناءه اليوم بلا عمل مع الإدارة الإجرامية اللي ينتاحهم للكورونا أكثر الناس بلا عمل والله عمال تافع كي الناس ليخسروا شركاتهم كي الناس ليخسروا مطاعمهم مقاهيهم محوانتهم وهكذا النقل انتاحهم هذا اللي عنده شركات أصلاً اللي لبس عليهم يعني فما بالك بالناس اللي كانوا يخدموا بالجورني أو يخدم ببيع أي حاجة أو يخدم مصن أو يخدم كذا أو يخدم كذا مهزلة حقيقية اليوم أنا بحثت في الموضوع على السريع في هذا الموضوع فلقيت حاجة أخرى يعني لقيت أن كين واحد المعاهدة تسمى تسمى هذه المعاهدة دولية عالمية كانت أنشأتها لوسيديو لوسيديو في 1788 لوسيديو هي هذه منظمة أيضاً عالمية فيها أهم 24 دولة في العالم كانت كانت كانوا يومها عضاء هذه المنظمة قاموا بإنشاء معاهدة وهذه المعاهدة هي الهدف منها محاربة التهرب الضريبي وعموما تهرب من الضرائب والالتواع على الضرائب وأيضا بما فيها طبعا تبيض الأموال إلى آخره هذه المعاهدة وإن شاء الله المساعد رئيس مع فيها يضعها الآن يبينيها على اليوتيوب فتحت من بعد للعالم أجمع لم تعود خاصة فقط بالدول الغنية والدول الكبيرة الـ 24 إنما فتحت للعالم أجمع الحد الآن فيها 141 دولة موقعة لهذه الاتفاقية اتفاقية دولية الهدف منها أن يتم اكتشاف المهربين من الأموال أو المتهربين من الضرائب أو المبيضين للأموال عملية غسيل الأموال كما تعرف الجزائر ليس موقع عليها تبون المزور الذي يريد أن يجيب المال لنهباته العصابات وهو في الحقيقة جزء منها في الأصل ليس موقعين على هذه الاتفاقية أو عنده الآن 13 شهر في الحكم كرئيس ما نقعوش على هذه الاتفاقية ولماذا؟ لأنه باختصار بسيط توقيع لهذه الاتفاقية معناه يمكن استرجاع ملايين دولارات سريعا جدا لأن هذه الاتفاقية تضمن وتسهل مهمة استرجاع الأموال المهربة خاصة من الدول المفقرة والمستضعفة تقريبا كل الدول معتبرة وحتى الدول الصغيرة وحتى الدول الشقيقة موقعة تونس موقعة المغرب موقعة دول إفريقية موقعة طبعا الدول الأوروبية كلها تقريبا مش كلها كلها موقعة حتى الصين حتى الروس اللي فيها أيضا نهب وفيها بارونات وفيها أوليغارشيا وفيها موقعين على هذه الاتفاقية الاتفاقية رأي موجودة بالإنجليزية أساسا ولكن أيضا فيه بالفرنسية وأنا طلبت من مساعدة أن يقع الرابط اللي بالفرنسية وبلغات أخرى تستطيع الناس أن تطلع على هذا وستعرف أن الجزائر اللي راهي القود هتبون المزور راهي ما زالت تكذب على الناس راهي ما زالوا يكذبون على الناس حتى الاتفاقيات الدولية اللي ممكن تساهم في وقف تهريب الأموال والتهرب الضريبي واسترجاع جزء من هذه الأموال مش موقعين عليها هاي الأدلة الحقيقية هام الفاكتس هام لي فيه هاي الوقايا وليس البروباغندا والكذب لينتج من قنوات وجرائد ما الشعب لعيشين على ما الشعب